اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم واخر يوم في الاجازة في الاجازة سبرينغ بريك سوينا شواجد ورحنا بلنكز مرتين المهم سوينا شواجد اليوم يعتبر احنا اخر الفلوق نبدأ دراسة يمكن ما اقدر ان نزل الا في الاجازات اصلا هذا الفلوق تشوفونا اليوم تاريخ 18 اكتوبر طبعا انت بتشوفونا متوقع بتشوفونا في اكتوبر 100% بتشوفونا في ابريل اكتوبر شو اكتوبر ليش تسلك لي طيب اكتوبر احنا وين طيب هذا غلق اليوم 18 مارج الوقت ما تشوفونا انتو الفلوق هذا مستحيل يكون في مارج رح بتشوفونا في ابريل يمكن في نهاية ابريل يمكن في مي اذا شفتوا في مي عرفوا ان بديت الجازة احنا وبرجع مرة ثانية نزل الفلوقات اما اذا شفتوا في اكتوبر ما براح نأثل الدراسة اذا شفتوا في اكتوبر اعرف انك بتأخري انا شفتها بعد بعد كم ست شهور من بروح احنا بروح كلاسكو بروح كلاسكو انت جوعان يا جوعان والله مرح احنا روح احنا انت موعدني على الغد لو انك موعدني فلك يعني ش تغديت ضيب تغديت اكل الكل موز احنا انت موعدني انت تقول باقي على الساعة ثمانة يسكر انت تقول باقي على الساعة ثمانة يسكر انت تخلص بما انت تخلص يبتت انت تغمق البيت على الاساس اني ابط المطاعم وأبدأ أستمتع بآخر لحظاتي في أمريكا فهمت؟ ممم ستين يوم يارا مشينا شما تسوي هنا؟ هنشوف سماعة ولا يراس ويرلس ولا يراس شوف مكتوب عليهم أخذر أبو كنت أخذر أبو كنت خاص قلتك تابي تأخذ كويسين؟ لا يوجد ذلك لا يوجد ذلك خيط وتصر على رقبتك وراء هذه الحق رياضة ذكروا الفلوق اللي قبل ذا رايح بلنكز ونرح تاركت حق بلنكز فرق كبير عن التاركت هنا وش أحسن؟ المنطقة كلما تكبر الأشياء الحلوة هنا تاركت هنا حلو ما البوزبن تروح بلنكز تشوفها لضاعة غير لونها وصح أحسن ترتيب ترتيب ما بعجبني ترتيب ما تشعر لا تشعر نفس الكواليتي هنا هذا يدلل أن تابل نسميها بيت سيكس بعد ايفون اكس يعني لا هذه كلهم ديلي 140 بيت سيكس بلاك بيت سيكس بلاك وش أحسن لون؟ أحسن لون؟ أنت قلت لون يعني ذوق ما فيه أحسن طيب بالنسبة لك سؤال؟ ما لك شغل فيني إذا جيت أنا بشتري ما رح أقولك شي أحسن لون أنا بشتري بكيبي فأنت اللون تختارين الشتة خلصت بجائي مهليش ليس بجائي مشتري بجائي مشتري أحسن لنقل هذا شعور تارجته لا لماذا كلها كلها عندهم؟ تارجته العلامة هذا ما ذلك؟ ما ذلك؟ الذين بيتحرك كده الله ينزل هل جاء خويك؟ الصينية تكلمت عنه فيديو الواحد بدكرا اصطناعي لعب معه ليدي سول صينيو فوز علي فوز علي فوز علي عبر 4 ثواني شك ديب أنا مدريب أقل من دقيقة المهم النفاذ علي فقط نتكلم عن دقيقة اصطناعي ما تبقى خايف من ما تطور كل شيء فيه ترى جوالات ابل 10 في دقيقة اصطناعي هواوي الميت 10 في دقيقة اصطناعي بكسل 2 في دقيقة اصطناعي كل شيء في دقيقة اصطناعي خلاص وهو يسهل عليك الحياة ويساعدك فما تبقى تطور فلا سواقق فيه لا بيشي ترى حتى السيارات سواق الداتية وذلك ترى تخيشوا حبة حبة لشم تسهل عليهم التعب اللي يسونا اللي بيشتروا عن تتكلم عن عن اشياء الكويسة بس ما تتكلم عن اضرار ش بيزو بي أعطني مثلا يعني يعني بيستغنون في اشياء يعني بيستغنون عن الناس بأشياء كثير بيستغنون عن الناس بأشياء كثير بس بيحتاجون للناس في مجالات ثانية جديدة صح ولا اماما بيحتاجون للناس ثاني شيء هو الأصاردك اصطناعي في فوق الناس تراغبا يمكن هوا بيصير فوق الناس ده محمد بس سرا انت بس سرا بسير عندنا اوكي اوكي اذاكا الصناعي عرف ان في شغلات لحق الميكينيكا زيادة لكم شغلات لحق الكهرب زيادة لنا هاي هذا الشئة حلوة بس ايه الفتح مجالات جديدة لحق مبرمجين زالت عندهم الالمينيوم الشركات يعني كل شيء بتصنع زالت في جه ذاني اذا توقف فيه من جه ذاني بتشوف انها تتقل يد العاملة في جهها بس منزيد من جه ذاني طيب انت الحين بشيل عنده بسسسل بحق انه ما يتحكم فيه هو شخص شيء يشتقل بنفسه يعني يكتسب مهارات تفاهم انه ما احد يتحكم فيها هذه النقطة الوحيدة بس هذا ان اشوف انه مشكلة ما احد يتحكم فيها هذا هو مشكلة بحد ذاته يعني او اكتسب اشياء مو مزين هذا كالصنعيش بسير هو اللي بتتحكم فيه مو متلي مو متلي بتتحكم فيه انت تتوقع الاشياء اللي بتصير الحين بيسوي اشياء اكثر ما البشر سووا ما توقع فيه شيء اسوأ من ما سووا البشر يعني بتسوي حرب بيسوي قمبلة هوريشيما ثانية يعني ملجنة بتسويها وخلصوا يعني بحتى مشاعر عنده اي ها ها اي بس اشتبي انا نقولك اللي ابيتنا ما يتحكم فيه يعني ما رأي شوف اللي بيتحكم في البشر اذا جاب جبت ريبورتي تحكم البشر فاعرف ان الشخص اللي يتحكم فيه هو الرد اذا انسان ما عنده شخصية متحكمين فيه ناس قابره يعني اذا جيت انا تحكم في شخص في انسان خلي جي ريبورتي تحكم له انسان دم قابل ما عنده شا اقولك يعني شنو جي تحكم فيه وجنو والله هو شيء كلنا ما عايزنا ولا قد سفنا في الحقيقة ولا قد سماعنا عنا اللهم هو شيء البرامج اللي نستخدمهم كلنا احنا ترى فيه ذاك اصطناع يعني في اسبوك فيه ذاك اصطناع جوالك صور فالايفون تخش في الصور وتبحث عن اسم بتكتب مثلا بحر يطلع لك صور البحر زواج يطلع لك صور الزواج بتكتب اسم شخص يطلع لك كنه يترى هذا حلو بس هذا الاشياء الكويسة يعني مما لك الاشياء الخايصة موضوع صراحة جديد على غمه البشرية واتمنى انه يشترعني يا عزيز تسمع والله خلال عظيم هانا بسي انا اتخرج الحيب ادا يثير خير انا برحش وسمعه شفيت وشكري برقطة صراحة ايام تم رشي؟ الله يسترعيكم والله زود التنزيل نشوف كين بوزمان بوزمان يلا توقع كده راح انهي الفلوغ ففي نهاية الفلوغ لا تنسوا الاشتراك في غناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع والسلام عليكم